في آخر يوم من عام 2017 مظاهرة أمام مبنى وزارة المالية للموظفين النازحين من مناطق الحرب إذ لم يستلموا رواتبهم منذ عام الأمر الذي يعد دلالة على قصور واضح في قيام عدم بمهام العاصمة المعنية بكافة محافظات الجمهورية بالرغم من افتتاح دواوين الوزارات مطلع العام المنصر في 2017 مرت عدن بمرحلها سياسية صعبة جدا من ضمنها توقف التنمية في السلطة المحلية هي الأزمة المالية كعملة متدهرة ونقص في السيولة أبرز خيوط تعقيدات المشهد في العاصمة المؤقتة وبالعودة إلى أشهر قليلة للتتبع الأسباب كان المحافظ المستقيل عبدالعزيز المفلحي قد أشار في بيان استقالته إلى هذه الإشكالية محيلا أسبابها إلى انقطاع تحصيل الإرادات من جميع المحافظات بالإضافة إلى اتهام الحكومة بالفساد وهذا الخلاف بين السلطة المحلية والحكومة ما زالت تداعياته قائمة بل ومرحلة إلى العام الجديد إلى الآن الرئيس ليمني ما يزال ينهار التفقيرة الإرهابية بين الحين والآخر لكن يمكننا القول بأن هناك العام المقبل سيشهد تحسن نوعا ما خصوصا بعد اللقاءات الخيرة التي قام بها وللعهد السعودي محمد بن سلم مع الرئيس عبدالربا منصور هادي للشروع في حصاد العام يكون الملف الأمني أولوية رغم التحسن الملحوظ عن العام السابق إلا أن نهاية هذا العام شهدت عدة عمليات إرهابية استهدفت مقرات حكومية وأمنية بالإضافة إلى استمرار عمليات الاغتيالات لكوادر الدولة وأئمة المساجد وتظل مهمة توحيد الأجهزة الأمنية المشتتة وغير الخاضعة للحكومة أولى المهام الصعبة أمام وزير الداخلية المعين حديثا لا تقعد إلى الآن مؤسسة أمنية مبنية بالشكل الصحيح ملف الخدمي أيضا ما يزال يشهد النيهارات يمكننا القول بأن كل هذه التلات والنيهارات على مستوى الملف الخدمي والملف الأمني هو ناتج لسبب رئيسي ومحوري هو عدم التناسق بين الدول الحكومي المثل بالحكومة الشرعية ودول التحالف العربي في ملف الخدمات ما زالت أزمات المشتقات النفطية مستمرة والسوق السوداء تذهب لتصير أمرا واقعا في ظل توقف مصاف عدن عن تكرير النفط الخام واحتكار الاستيراد من قبل شركة خاصة تقيد شروطها شركة النفط بل ومؤسسة الكهرباء المفتقدة دوما للوقود ما يجعل الصيف جحيما على هذه المدينة الساحلية هو حصاد صعب لعام مر متأرجحا بين أزمات الخدمات الأساسية وبين الإشكاليات السياسية وصراع القوى المتقاسمة لخارطة النفوذ على أن التحالف العربي والقوات الإماراتية تحديدا تظل الرقم الأصعب في عاصمة ما زالت رهينة لتجاذبات الوصايا وتعطيل عجلة التنمية بلو كافة مؤسسات الدولة عام ينصرم وما زالت العاصمة المؤقتة تراوح بين الأزمات أهمها الأزمة الإدارية إذ ندخل عاما جديدا دون تعيين محافظا لها فمن سيتصدى لهذه المهمة التي لم يستطع إثنان من المحافظين استكمالها خلال عام واحد آدم الحسامي قناة بالقيس عدن